أشهدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القاد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يلبي تطلعات المواطنين ويصب في صالح الوطن ونمأه وأشارت معاليها إلى أن التعاون الفاعل بين السلطتين وفق المنهجية العملية المتميزة التي وضعها سمو حفظه الله في الاجتماعات واللقاءات المشتركة وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالته وفي جعل كل محور التنمية يصب في صالح المواطن سوف تثمر عن تحقيق المزيد من التطلعات وتجاوز كافة التحديات في ظل الوحدة الوطنية والتماسك الوثيق والتعاون المستمر لخدمة الوطن والمواطن ومن خلال تكاتف أبناء الوطن وجهودهم المخلصة وأضافت أن السلطة التشريعية تولي تعزيز ثقافة التسامح والتعددية والتعايش أولوية قصوى كما تدعم تحقيق المزيد من التقدم والتطور في المجال الاقتصادي والاستثماري عبر دورها التشريعي والرقابي وفقا للرؤية الاقتصادية عشرين ثلاثين